هايقول ايه؟ وترجع ترد لا طبعا دي حاجة تساعدنا يعني يا بعضي من الخليجة كابتن مستفى الله كابتن حسن علي من هو اول ما يجي نادي الترسانة من صغره وهو كان باين القوام بتاعه القوام ما شاء الله يعني حيبشر بان ده حارس مرمى وحارس مرمى مستقبل للترسانة والمصر من صغره واحنا لحسن حظه ان كان بعد الناكسة اتعامل الدوري الداخلي اللي كان معمول في الترسانة وفي الاهلي وفي الزمالك وفي الاندية الكبيرة كلها الاندية الشعبية فحسن علي كان من ضمن فريق من الفرق اللي هي حتلعب في الدوري الداخلي ومعها مجموعة برضو من النجوم واحنا فرقة لحسن الحظ بتاع حسن ان انا كنت في الفرقة اللي ضده لان هو عارف انا يعني كنت ما شاء الله رجلية الاثنين على الجون بشوت كويس وبيبقى فرصة ان لو حارس المرمى ده كويس بيبان كل مواهبه يعني فكانت بداية طيبة وكانت تبشر بخير وفعلا هو بعد ما ابتدى ويلعب في اول مباريات رسمية كان حاجة ما شاء الله عالية جدا وبعدين اول سفر سفره خارج مصر كان مع الترسانة وهي بتلعب في البطولة العربية في سوريا وكان هو حارس المرمى الاساسي وخدنا البطولة العربية دي في سوريا وهو كان هو حارس المرمى وكان فعلا على مستوى يستحق ان هو يعني يلعب للترسانة ويلعب لمنتخب مصر والحقيقة لو اتكلمنا على الشبط الانساني والشبط الانساني موجود يعني عنده بشكل ملحوظ جدا وسواء هنا في النادي او في خارج النادي في وقوفه جنب ناس كتير لها مشاكل انسانية كتير ومشاكل اجتماعية كتير هو يبقى حتى لو مش قادر بيسعى ان حد تاني يقدر ويساعد وهو يبقى السبب الاساسي في اسعاد الغير سواء داخل النادي او خارج النادي سواء زميل له سواء عامل سواء موظف ايا كان الموقع بتاعه فطبعا يعني هو له مواقف كتيرة كويسة الحقيقة بالنسبة للنواحي الانسانية ديت وما زال لحد دلوقتي وربنا يا رب يدي له الصحة ويزيد من افعال الخير بتاعته